بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي وإن شاء الله نارضه هنحل تمرين عامة على درس الجرامر الخاص بالPost Simple والPost Perfect الماضي البسيط والماضي التابع اللي احنا شرحناه الدرس اللي ايه الدرس اللي فاته طيب طبعا هاخد هنا wasn't prepared طب ليه هاخد wasn't prepared وليه ما خدتش didn't prepared تماما الاتنين ماضي طيب لان الجملة عندي هنا passive form يعني ايه passive form مبدي مقول الفود هو الفود يا ترى هيحضر نفسه ولا هتحضر فيه شخص يحضر ويبقى جملة passive form يبقى ده ماضي بسيط passive A passive form طب ليه خدت ماضي بسيطة مستر عبوسي كده شوف كلمة until انتل لو جاء بعدها ماضي تام بيبقى جملة اللي قبلها Pass Simple يعني ايه ماضي بسيط وغالبا بنسبة 80% بتكون Pass Simple in negative form يعني ماضي بسيط في حالة اللي ايه ان في غالب اوكي او بمعنى سلبي او بمعنى ايه او لو جاءتوا جملة مثبتة بيبقى جايب معنى ايه بمعنى سلبي يبقى دلوقتي كلمة until لو جاء بعدها ماضي تام بيبقى جملة تانية ماضي بسيط طب برضو فيه تركة نخلي بنا until لو جاء بعدها Present Simple مضارع بسيط او Present Perfect مضارع تان يجي قبلها Future يجي قبلها Future Symbol يعني ايه مستقبل اجي قبلها ايه ويل وفايل في ال ايه في المازل ممكن اقول ويل ها يعني ممكن اجيب مستقبل بسيط او مستقبل ايه تان اسひيبقى المستقبل Pilotه Professor بان المستقبل وير training kalo easy with the present present the present we have to the present present مستقبل مع المضارع والمضارع مع المستقبل طب انما الباضي التام اربطوا بالا ه من الماضي التام بالاو بال讲 this nd the present الماضي التام بالماضي البسيط و الماضي الاس느�ل بسيط و ماضي الإيه بالماضي التام خلي من التام الثل من يغالب بنا من ال ايه من الails two درجة الثانية ما يخبرنا يمكن أخذ ماضي بسيط مواصلة كممكن أخذ ماضي بسيط نصر طب ايه الفرق قالك لو الحدثين حصلوا وراء بعد ما فيش فاصل زمني ممكن اجيب ايه سواء مع after او مع before او مع as soon as او مع no sooner او مع اي اداة ربط ان هي فيها حدثين بيحصلوا وراء بعد قالك لو فيه فاصل زمني ابدو حط الحدثة اوليين في الماضي التام والحدثة التانية في الماضي البسيط طب لو ما فيش فاصل زمني بين الحدثين قالك حط الان اتنين ماضي ايه ماضي بسيط I didn't go out with my friendless I had finished my homework يعني يقول انا ما خركتش مع صحابي الا لما انتهيت من من الوقب بتاع until unless if since طبعا ناخد هنا ايه until نعلم من شوية ان الانتل اللي بيقابلها past simple ماضي بسيط منفو وبعدها ايه past perfect ماضي ايه طب كلمة since كانت تنفع اه كانت ممكن تنفع بس لو قبت بعدها ايه قملة دي كانت ايه منفي يعني لو قلت ايه I didn't go out with my friendless انا ما خركتش مع اصحابي since هاتيجانا معنا because I hadn't finished my homework ايه يعني لو كان هنا الجملة دي من فيها كنت ممكن اجيب كلمة since واتيجب معنا ايه لاني طبعا unless if ممكن اتعرف ممكن اikt اوكي لاني اصلا ايه ايه لا تركيب جملة يسمح ولا معنى جملة ايه يسمح number four I about the accident until I had read the papers انا مسمعتش على الحادثة لحد ما ايه مقررت عنا في القرائط hadn't known, wasn't known, didn't know, don't know طبعا نقول أنا ما عرفتش محدش قال لي يبقى I didn't know لم أعرف طيب ليه نقولنا until log بعدها ماضي تم وإنه جاب لها إيه ماضي بسيط وغالبا بيكون يعني غالبا بيكون إيه ماضي بسيط في إيه في صيغة إيه النفي طب وها المستر كلمة wasn't known ما هي برضو ماضي بسيط في إيه الصيغة النفي ما ختأش ليه لأن wasn't known دي سعتبر passive form يعني ما بدل مكهول وقملة عندي بدأ by يعني بدأ بالفاعل بدأ بالإيه بالفاعل يبقى فعش أخليها passive form يبقى تبقى active form عشان كده قلت didn't know وما خدتش wasn't known number five he apprised for a drawing of an animal هو أخذ جائزة على أنه هو رسم حيوان طيب gave was given has given had given طبعا أخذ هنا was given ليه مصدر لأن الجملة ها هي هنا تعتبر object object يعني مفهول وليست فاعل هل هو أعطى الجائزة ولا هو اتعطى له الجائزة اتعطى له الجائزة جملة إيه passive form يعني مبني المكهول يبقى أولو الفاعل في التصوير التالت number six he to sit down until he had apologized رسم حيوان تمام until he had okay وجاء بعضها ماضي ايه تانية وجملة تانية ايه ماضي بسيط ممفي حيوان تخلي بنه هيبقى active form ولا بس فورم يعني مبني المعلوم ولا مبني المجهول يبقى هي wasn't allowed, doesn't allow, hadn't allowed didn't allow, أخذ يا ترى لن يجيب لها ماضي بسيط من؟ طبعا عدت نين ماضي بسيط wasn't allowed و didn't allow لأنه لم يسمح له أنه يجلس قبل ما يعتذر قبل ما يعتذر إنما كلمة didn't allow هو اللي ما سمعش هل هو ما سمعش ولا هو لم يسمح له فأصبحت كلمته هنا عبارة عن object مفعول وليس فاعل يبقى الجملة passive form يعني مبني الموجول وليست active form مبني المعلوم العربية هتصلح نفسها ولا هتصلح يقول العربية ما تصلحتش مبارح وإن شاء الله هتصلح يبقى didn't, weren't, wasn't, hadn't طبعا wasn't fixed لأني دا يقولنا إيه دي صيغة الإيه الباسف فورم في الماضي المسيط أبدأ بالمفعول وضع بعدها was aware was مع المفرد were مع الجامعة وبعدها الفعل في التصريف الإيه التالي في الباسف مرتصبه number eight it was only when خلي معنا بالتعبير دا it was only when عمل زي كلمة after عمل زي كلمة as soon as بيقى بعدها إيه past perfect وبعدها possible ماضي time ثم ماضي بسيط spanish ذات وبيقى معرفة الموسي إيه هذا التالي ربط إيه ذات I traveled to Spain يبقى it was only when يعني بعد ما تعلمت الأسبانية أنا سفرت إيه أسبانيا learned had learned have learned has learned طبعا تبقى إيه had learned يبقى كلمة it was only when أو it wasn't until اللي تنزي بعض عمزي كلمة after بيقى عرهم ماضي إيه ماضي تان ثم ماضي تانية طبعا في ذات فالنص كأدات ربط ثم ماضي إيه ماضي بسيط number nine a new hospital in our village last year build built was building was built طبعا يبقى إيه new hospital يبقى إيه past simple ماضي إيه بسيط أو النفسك دايما الجملة لو فيها حدث واحد مش مرتبط بأحداث تانية بتكون الجملة past simple ماضي إيه بسيط وليس past perfect ماضي تان الماضي التام دايما أنا بيجيبه عشان تميز أي لو عندك في الجملة حدثين عايز تميز أيوم حصل الأول فبتخذي اللي حصل الأول ماضي تام واللي حصل بعد كده ماضي إيه بسيط طب لو الحدثين حصلوا وراء بعض بدون فارق زمان يبقل اتنين ماضي بسيط طيب احنا بيقول هنا إيه a new hospital المستشفى هتبني ولا هتبنى هتبنى يبقى إيه active ولا passive passive طيب build built was building was built يبقى طبعا نقول إيه was built طب لو كان في هنا مستر had been built يعني جام لك ماضي تام في الباسف كريم فأخد لا مش هم فأخد لأنه هو حدث واحد احنا اتفقنا ماضي التام لو في حدثين وعايز اميز اليوم حصل غير كده باستخدم الباسف الماضي البسيط فقط لغير number 10 when i returned home لما رجعت البيت my mother already prepared lunch أنا لما رجعت البيت كانت ولدتي بالفعل انتهت من من اعداد الغداء has had was is طبعا هنا هي had نخلي بالك ان كلمة وان دي نخلي بالك شغالها بأكتر ممكن يجي بعدها past simple بعدين past perfect ويمكن العكس يجي past perfect ويجي past simple طيب امتى يجي بعدها past perfect لو كان الفاعل واحد يعني الشخص اللي بيقوم بالفاعل هو شخص واحد في الجملتين يبقى هو اللي ايه هو اللي هيرتب الأفعال يبقى وين بعدها ماضي تام لحدث الاولاني ثم بعدها past simple لحدث التاني طيب وين لو جاء وراها اكثر من فاعل يعني جملتين كل جملة لها فاعل حسب معنى الجملة بقى حسب معنى ايه الجملة ممكن يجي ماضي تام ها هو بعض الماضي بسيط ممكن يجي ماضي بسيط او ماضي ايه تام على حسب اي الحدثين حصل الاول طيب يبقى وين اي رتوني اتوالي انا ايما رجعت البيت كتولدتي بالفاعل خلصت ايه ها خلصت ايه شركة كبيرة هاتفنشد فنش فنش هي فنش هاخد طبعا فنش طب ليه نصر لماذا ماخدتش هاتفنش افتر لو مجاج بعدها سابوجيكت يعني لو افتر مجاج بعدها فاعل زي اي او وي او يو او ذي او علي او محمد او دوكتور اي فاعل لو مجاج بعدها فاعل ما ينفعش تجيب هاد و ايه سبرت اسفل والبي قيب ايه بتقيب جيرنت جيرنت يعني ايه الفاعل في الفاعل ايه ايبا افتر watching افتر playing افتر coming اوكي طيب انما امتى ايب هاد فنش لو قولت افتر اي افتر اي افتر كن يبت اي اكد انما مافيش فاعل بعد كلمة افتر ايب الفاعل في الفاعل اي نمر اي نمر القاهرة هو أرى العيد من الكتب عن إيه إنجلترا before until after unless عايز أقول قبل عمر ما يغادر القاهرة إيه بإيه before يعني إيه طب ليه ما جبتش after لأننا دايما يعني فيه حاجة المعنى معناه قبله ما فعش أقول إيه إنه هو بعد ما سابق قاهرة أرى كتب عن إيه إنجلترا هو أصلا يسافر إيه إنجلترا فهو أرى الكتب قبل ما يسافر إيه إنجلترا حاجة تانية فعش أجيب after كمال إيه لأننا قلنا after بيييي بعدها إيه ماضي تام ثم بعدها ماضي إيه بسيط إنما دا عنده ماضي بسيط يبقى إيه before بيييي بعدها ماضي بسيط ثم ماضي إيه ماضي تام طب لو حبيت كنت أستخدم after كنت تبدأ بجملة تانية قل إيه after عمر had read a lot of books about England عمر left إيه he left care يبقى أخذ هنا إيه before number 13 after my home work I watch the film has been done had done has done had been done هو الواجب هيعمل ولا هيتعمل؟ هيتعمل بس فور مبني المجهول تمام وافتر بيجي بعدها ماضي تاب يبقى انت عايز ماضي تاب مبني المجهول يبقى اخذ ايه؟ هاد بين دا هاد بين ايه؟ هاد بين دا يبقى دا ماضي تاب مبني ايه للمجهول لاني بدأ بالمفعول هو ايه؟ هومورك نوبر فورتين اصون از ماي سيستر كيم هوم شي رالايت ذات شي هر كيز ات في اوفس الجملة دي هنقف عندها شوية بقى وركز معاها لان هي فات ركا ودي مش جملة قولة سانو بقى كمان لا دي جملة بتجي في تلتة سانو هنخلي بقى مشوف ابي غب عليها ازاي؟ قالك ان كلمة اصون از معنا مجرد ان افتر معنا بعض كلمة ون معنا عندنا كل دول قلنا بيجو وراهم ايه؟ ها؟ باست بيرفكت بيجو وراهم ماضي ايه؟ ماضي تاني بس في الجملة دي مش هيجو وراهم ماضي تاني وما لجي وراهم ايه؟ جملتين ماضي بسيط خلي مالا ابقى من تركيب الجملتين الماضي البسيط اصون از طبعا ممكن اقول اصون از او افتر اولا حيث ديت хоть ان افتروا قلنا ببقى صورة اصون او اصون اهتي ؟ builded تذكرت 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 فهمت جملة ثلاثة جملة ثلاثة تفعل حدث الأول أخذي هنا جملة ثانية بمجرد أن أختي وصلت البيت أدركت أن تركت تركت مفاتحها في المكتب يبقى يبقى أدركته لما وصلت البيت يبقى الحدث الأولاني والحكتين دون مترتبين على حدث الأولاني يبقى نست مفاتحها وبعد كده راحت البيت وبعد كده أدركت أنها نست المفاتح نست المفاتح يبقى دوها حدث أول ودول حدثين متعاقبين بعد ما نست المفاتح يبقى بعد رجوعها البيت أدركت أنها نست المفاتح نخل منهم الصغة وقلنا الصغة دي تبقى تريك شوي وفي ناس كتير أول تغلط وقل جاي إيه؟ يعني لو في هنا باست سنب لا، هنا هاخد باست بيرفكت على أساس أن هذا الحدث الأولاني اللي ترتب عليه أن هي أدركت أنها نسته أو عملته نمبر 50 I wish I were in Alexandria يعني بيقول أنا أتمنى أن أكون في اسكندريا وإما يقول لك I wish مش دي بتعبر عن أمنية فبيجي بعدها ماضي بسيط وسمي fake fake يعني إيه؟ ماضي بسيط غير حقيقي لأنه يعبر عن أمنية يعني يقول I wish I were in Alexandria يعرف أنه مش في اسكندريا I wish I were rich يعرف أنه مش غاني هو إيه؟ هو فئير I wish I were يعني أتمنى أنه كنت طيب I wish I were in Alexandria شوف رغم النوجة يعني جاب كلمة نا وهو بس جاي إيه؟ I wear in Alexandria لأنه ويش يجب أعضاء ماضي بسيط للتعبير عن أمنية غير متحققة في الوقت الحاضر وعشان كده بسميه fake يعني ماضي بسيط غير حقيقي خلي ما تكدعكش دي وتقول I wish I am طيب I would visit its library يعني إيه؟ لو كنت هناك كنت جوقت المكتب بعد كده خلص الجملة بتاعته خلاص بيقول But I there now إيه الواقع بتاعه دلوقتي؟ إنه هو مش موجود هناك يبقى But I But I am I'm not aren't worried But I am not يعني أنا دلوقتي ماناش موجود دي هناك إنما يمكن بقول I wish ما نفعش أقول I am I am وش بيجي بعدها إما باص سيمبل إما باص سيمبل إما باص سيمبل إيه الفرق؟ ماضي بسيط لول باص سيمبل عشان تعبر عن أمنية غير متحققة في الوقت الحاضر طيب يجي بعدها باص سيمبل ماضي تم إمتى؟ للتعبير عن الندم ندم على إيه إن أنت كان فيه شيء كنت بمفروض تعمله وإنت ما عملتوش أو الإيه أو العكس إذا لما يكون بندم على حاجة أو بلوم نفسي أو بلوم حد على حاجة في الإيه في الماضي أوكي أجيب بعد وش ماضي إيه ماضي تام طيب إيه بقى أنا أجيب تقول إيه But I بابدأ هنا بقى But I باتكلم عن الواقع دلوقتي بتاعي فما ينفعش تقول إيه I weren't بقى أوكي لأقول إيه I am not وعشان دي طبعا يعني ماضي غير حقيقي بدل ما يقول I was or I a I wear number 16 I found the wallet which lost last Sunday أنا وجدت المحفظة التي فقدت الحد للثاني طيب إيه أنت عايز هنا إيه جملة باسر باسر يعني مبنية للمجول had was being have had alternative وعلى أقول هاد a had been had been lost last Sunday number 17 I didn't leave the house يعني أنا مستشي البيت until my friend me had telephoned was telephoning will telephoned has telephoned طبعا تبقى had telephoned ليه؟ ايه؟ نقول ننتل ما يقاب لها ماضي بسيط من فيه؟ ييه؟ نمبر 18 hear success news يعني ما مجرد أن هو ما سمع أخبار نقاحها صار خطني الفرح يعني حدثين وراء بعض أنا عندي هنا تصريف الثالث التصريف الثالث يمكن أن يأتي بعد هذه تصريف الثالث هي الوحيدة التي يأتي بعدها يأتي بعدها في التصريف الثالث يأتي بعدها في التصريف الثالث يأتي بعدها جملة كاملة ممكن ماضي بسيط أو ماضي حسب الجملة إذاً الحاجة الوحيدة التي يأتي بعدها تصريف الثالث كلمة تصريف الثالث تصريف الثالث الأمور أو قامت بتنزيل المصدر معنى هين هين هنا جاءت معنى إيه؟ بمجرد أن تصبح كلمة افتر وقامت بتنزيل المصدر وقامت بتنزيل المصدر نور 20 نو سونة نو سونر عمل زي كلمة after كده The loud noise than we went there في أول فسمعنا الدوشة العالية إحنا جالينا على هناك بسرعة We heard we had heard Had we heard we have heard كلمة نو سونر يمكنك في بداية الجملة طبعاً يجي بعدها Post perfect يعني ماضي تام وممكن لو الحداثات مفيش فاصل زمن بينه أجيب ماضي بسيط طيب بس لو جبت ماضي تام أو ماضي بسيط لازم أبدأ بالفاعل المساعد طب لو انا جبت ماضي تام أبدأ بهاد وعدين الفاعل وعدين الفاعل في التصريف الثالث يبقى we heard we had heard had we heard we have heard احنا قولنا انا ممكن اخد باس simple أو باسط perfect طب هو جاب لنا باسط perfect يبقى ايه يبقى had we heard جبنا الاول الفاعل المساعد بعد كده جبنا الفاعل وعد كده جبنا الفاعل في التصريف الثالث طب كلمة no sooner دي لو استخدمتها بقى في ايه داخل بجملة مش بداية بجملة أقول ايه أقول he had no sooner heard يبقى هي وبعدها had وبعدها كلمة no sooner وبعدها الفاعل في التصريف الثالث number 21 it was only طبعا it was only في حاجة اسمه it wasn't until وحاجة اسمه it was only وبيجي معاه ايه في كلمة كان بتيجي معاه يعني طراب يجي معاه ايه before when while on طبعا it was only when 22 having the good news بمجرد ان انا بسمعت الاغبار الجيدة i heard to tell my family يعني قريت وعرفت الاسرة بتحتي i received receiving had received have received احنا قلنا having followed by the password تصريف الثالث she no replies until one day she got illiter خلي بالك انت until هنا مش جاي وراها ايه مش جاي وراها ايه past perfect هي جاي وراها تعبير اسمه until one day until دي غير الايه until اللي هي كان بيوراها ماضي تام فهيجاب لها ماضي ايه بسيط بس عشان نخلي بالنا من ايه من دي ومن دي يعني بقول لا تتلقى ردود qud حتى يوما ما شي جداء للتأ 내가 في يوم فهي جعلها ايه جالها طيب الجملة هنا ايه ماضي بسيط واحدة ماضي بسيط أهم اما ماضي بسيط انت向 وماضي بسيط زيه اما ماضي تام وهو مجملش هنا ايه هه مجملش ماضي بسيط خالص جاي من الجملتين ماضي ايه ماضي تام بس الجملة مثبتة ومفتة لكن ايه انا الاختهار بتحتي حتبقا أم B أم E لأن رقم A مضارع ورقم C مضارع A ولا ممنفعش أننا أعطف ماضي بسيط على المضارع بسيط أو مضارع A مضارع Wide زي إحنا ما أ Stephen الماضي على الماضي والمضارع يأما على المضارع زي ويمة على مستقبل خلاص تمام طب أخد هنا إيه أخد Shihad Receieved طب ليه Moster لأننا عندي هنا جملة إيه كنتم فيها أنا عايز أقول هي لم تتلقى اي اجابات او اي ردوط طبعا ما عندي كلمة non replies ما نفعش اجيب نفيه مع بعض فما تخليش الحتة دي ايه تخدعك يعني ما نفعش تقول لي she hadn't received non replies طبعا ما في عندي no ابقى تجيب ايه قبلها جملة مثبتة وكلمة no ابقى تديني معنى النفي طب عايز تقول she hadn't received شي الكلمة no هتقول ايه she hadn't received replies النوع طبعا ما عندك كلمة no هي قبلها جملة مثبتة ها وليس قبلها من في طبعا ما عنده نفي جاب نين جاب من كلمة ايه من كلمة no number 24 i drank some tea i had eaten lunch before after before that after that طيب انا عندي هنا ايه انا عندي هنا بعد كلمة تي فلسطل يعني نقطة وبعد كده في عندي space كلمة انا هبدأ استخدمها وبعدها عندي common قالك في الحالة دي بابدأ استخدم كلمة before that او after a او after that لو لقيت بعد الكومة past perfect ماضي تام اوكي خد before that طب لو لقيت past symbol ماضي بسيط الا خد كلمة after a after that لان في الحالة دي اوكي وفي شكل جملة بالشكل ده before that هتسوي كلمة ايه after وكلمة after that هتسوي كلمة ايه before طيب بيبقى هنا هاخد before that لانه بيجي وراه هنا ايه ماضي ايه ماضي تام لانه before يجي وراه ذات تسوي كلمة after المعنى بيتقلب خالص يعني بيتقلب العكس اوكي وكلمة after that اوكي كلمة after لو قوي وراه ذات تسوي كلمة ايه كلمة before يبقى i drank some tea before that i had eaten lunch لانه before that ابدأ معنى ايه افتر بس قلنا في الايه في الصيرة اللي قدام لدي طيب number 25 when i went to the cinema يبقى رحت السينما the film had started this means معنى الجملة ايه هو الاول هو ايه الحدث الحصة الاول ان الفيلم بدأ لان ده الحدث الاولاني ماضي تام طب رح حدث التاني انه راح السينما يبقى هل هو شاف الفيلم كامل ولا شاف جزء من الفيلم شاف جزء من الفيلم ليه لانه هو وصل بعد الفيلم ما بدأ يبقى i watched all the film i missed part of the film i didn't watch the film i first arrived then the film started يبقى i missed part of the film انا فاتني جزء من الفيلم انا ايه فاتني ايه جزء من الفيلم بعد كده في عندي general exercises عندي برضو تمرين عامة على lesson 3 & 4 واللي هي برضو بتتكلم على past simple و past perfect الماضي البسيط والماضي التام let's start number one he always to the library when he was young يعني هو كان بيروح المكتبة وهو ايه سنو صغير had gone has been went was gone طبعا هنا past simple went طب ليه ما خدت past perfect لان هنا انا بستخدم past perfect يعني يكون في عندي حدثين والحدثين عايز اميز في يوم ايوم حصل الاول انما هو عندي هنا حدث واحد من هو كان بيروح المكتبة اوكي طالما في عندك حدث واحد بس يبقى استخدم الماضي البسيط وليس الماضي بالتام نمبر 2 sam have a bike when he was 18 يعني سام كان عنده دراجة لما كان عنده 18 سنة would will used to should هاخد هنا كلمة use the two use the two طبعا من الافعال اللي هي ايه معنا اعتادة ان ودي بتستخدم التعبير عن actual action in the past طيب a past actual action تعبير عن اعداد في الماضي طبعا كلمة توده برضو تيجي معنا اعتادة ان بس لا تستخدم مع افعال ملكية او مع الستيت الافعال السكنة او الافعال التخديرين نمبر 3 the lady taken to the hospital in an ambulance after the first after the fire last night يعني هي اخذ السيدة المستشفى بعد حرق الامس انا عندنا تصريك ثالث واضح ان الجملة passive voice يعني السيدة ما اخذتش نفسها اروح في المستشفى لا حد اخذها وادها المستشفى يبقى will be have been is طبعا هاخد walls طبعا walls taken اخذت لماذا اخذتش هاد بين لان الحدث ده الحدث التاني الحدث الاول الحريقة حصت الاول واده كده راحة المستشفى لان عندي كلمة after all وراء حدث الاولاني ويأتي طبعا بعدها او بعد الحدث التاني number 4 before to bed she had finished her homework يعني قبل ان تروح السيد كتي خلصت الوقت before had gone going goes when طبعا اخذ going طبعا ما خذتش when لان مستشفى ماذا او لو كان وراها جملة يعني لو فيه وراها subject فاعل كنت قلت وين بس تنفيش وراها فاعل طبعا ما فيش وراها subject فاعل حطت الفاعل في المصدر وضف before going number 5 after i had done my homework i to bed يعني بعد مخلصت الوقت بتاعي انا رحت بإيه السري going going go went هنا بقى ممكن اجيب كلمة went عادي حدثين اول اذا ماضي ايه تام والحادث الثاني ماضي بسيط number 6 i didn't leave my office until i my homework اذا كلمة until وقائب لها ماضي بسيط من في باخد finish finishes had finished was finished يبقى i had finished ماضي بسيط قبل وبعدها ماضي تام number 7 did you a secretary for your office did you find found was found had found did you find طبعا ده بعد الحال في المصدر number 8 a secretary found for your office did had was has يبقى هنا ايها was a secretary found for your office يعني هل اوجد هل اوجد secretary للمكتب بتاعك هنا جملة تبقى passive voice passive voice يعني ايه مبني المقول لان هنا secretary هنا اوكي secretary هنا تعتبر object مفعول اوكي فانا بدي بقى جملة تبقى جملة ايه passive voice مبني المقول او الوظ aware for possible وبعدها المفعول وبعدها الفائل في التصريف التالي number 9 my uncle didn't remember the promise he made هو عمي مش فاكر الوعد اللي هو عمل اللي هو عمل الوعد الاول يبقى ده حدث اول وده حدث ايه حدث تاني يبقى has had had to is هو جيد اجد لتصريف ايه تصريف تالت وياب لكنه ماضي يبقى ماضي بسيط زيه وياب ماضي ايه ماضي تام هنا هاخد ماضي تام ده حدث ايه حدث ويبقى had made احد يقول لي مجملتين شكل بعض لا مش شكل بعض وهنا كان عند he جملة ايه active voice active يعني مبني للمعلوم قلت he had made انما هنا قال ايه my uncle didn't remember the promise وقال that تحل محل promise يبقى جملة هنا بدأ شيء غير عافل يبقى اكتب ولا باس يعني مبني للمقود وليس يبقى has had been is had been made by him number 11 i into a good family from the south of egypt in 1976 i born i was born i had been born i have been born طبعا نقول هنا ايه i was born هو حدث واحد خلاص يبقى جيب ماضي بسيط ومجيبش طبعا كلمة بوردي في الماضي المستمت ما يبتغيش لي لانه جملة التعبير دايما ده بيكون باس بوسي يعني مبني بقول معنى ولده مبيجيش دايما مبيجيش اكتب خالص عمر مبيجي ايه معلوم مبيجي ايه مبيجي بمعنى انا ولدتي باي was war number 12 i didn't answer any questions i انا ما بغوبش اي سؤال حتى اقرأه بايدا because until so once طبعا هنا ايه until طبعا لانطل ابلها ماضي بسيط من في بعدها ماضي ايه ماضي تان number 13 when مريم was young يام مريم كان صغيرة she used to in London ون use to معنى اعتدأ وبيقرار فالفين في المرضى lives living live live دي بقيت live number 14 she was little girl she wanted to be an actor before after when on اعيز اقول هنا معنى عندما عندما كانت طفلة صغيرة هي كنت عايز تبقى ممثلة طبعا فيش هنا حدثين وربعة عشان اقول او اقول او اقول او حدثين متتاليين برضو اوكي عشان اقول كلمة ايه اخد اخد هاردلي يبا هاردلي نمبر سكستين طبعا اخد انا اخد انا اخد بيقوارها مضي ايتام وبيقاب لها باصم بالمضي البسيط زا سكريترا فنجد the report before the manager arrived مش عاند كان كلمة بفور وبعد ايه ماضي بسيط بيقاب ابلا ايه ماضي تام هاد already has already has just was already بان تبا هاد already finished the report بفور ابلا ماضي تام وعد ماضي بسيط number 18 having my homework i started to watch the match انا ها done i had done i do بقرار past برتصف التصريف التالتي بدن number 19 نوص سنا the noise then we rushed to the sport نخلي بالن ان كلمة نوص سنا ربي يجي مع عادات الربط في نص كلمة a زان معناها بمجرد an ويبا ابدأ جملة بكلمة hardly او scarcely او نوص سنر دائما ابدأ ايه احط بعدها الفعل المساعد طبعا طبعا يبقى تبقى هاد 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 يعني بخدها بشكل ايه سواء تبقى بشكل سواء يبقى هاد وبعدها بقت القملة طب لو كان ماضي بسيط اقول did وبعدها القملة number 20 it wasn't until it wasn't until عام ازاي كلمة after بيقرها fast perfect ماضي تان my homework that I took a rest have done had done was done am do give I had 21 had here dinner she wore the dishes having have had has طبعا قلنا having لأن ها بيقراء الفعل في التصريف الإي ابتعد بمغرد إن هي متعشت هي غسلة الإي الأطباء before the medicine he had eaten صانويتش had taken took taking was taken طبعا أخد دي taking قلنا take and before or after لما جايش ورا لون مجايش ورا subject لما جايش ورا فاعل أجب الفعل في المصدر وضف ing طب لو جايش فاعل before he جايش ورا post simple وطبعا after he جايش ورا post perfect ماضي 10 number 23 طبعا خلي بالك before هنا ما فيش جايه ورا فاعل فاعل الفعل في المصدر وضف number 23 the bus when I arrived the station so I didn't catch it ون هو ملحق اوش يبقى البس ايه كان مشى قبل ايه ما يوصل طبعا hadn't lift has lift had lift طبعا لازم اخذ had lift ايه ده الحدث الاولاني اوكي لان هو ملحق ايه ملحق البس ملحق ايه number 24 the bus when I arrived at the station so I didn't miss it المرة دي بقى هو رحل الاوتوبيس يبقى هو وصل والاوتوبيس بيتحرك leaves lift has lift had lift يبقى طبعا ايه lift يبقى وصل والاوتوبيس يتحرك عشان كده هو didn't miss it يعني هو الاوتوبيس ما فاتوش يعني هو ما يلحق طب لو قلت had lift يعرف انه برضو ملحق لان هذا lift هو مش قبل هو ما يوصل لان دائما نقول الماضي التام هو الحدث الاولاني اوكي والماضي البسيط هو الحدث التاني number 25 Mr. Mohamed bought a car after he how to drive يعني هو اشتراع عربية بس بعد ما تعلم ازاي سوء learning being learned had learned having learned طبعا had learned after هو وبيجي وراها post a post perfect ماضي ماضي تام يجي ورا الحدث الاولان وقبلها الحدث التاني اللي هو post a symbol ماضي البسيط number 26 Mr. Mohamed bought a car after how to drive بعد ما تعلم زي سو learning being learned had learned learned طبعا اخدنا learning احتفقنا after لو مجاش وراها لو مجاش وراها فاعل i أو you أو they أو اي فاعل مجاش فاعل بحط الفاعل في المصدر مضف ing طب جاء فاعل بقول had والفاعل في a for possible to spell had والتصريف a التالي طبعا هنا after مجاش وراها فاعل فاعل after learning طب لو قلت after he he had learned number 27 we we aswan many times before but last winter we enjoyed we had before 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 but آخر مرة كان اكثر مرة احنا اتمتعنا فيها where visiting where visited have visited had visited طبعا ناخد هنا هاد فازتت معناه ان هما سبق وراحوا قبل كده بالاضافة اللي ان اصلا مفيش ولا واحدة من دول ينفع ونفعش اخد باست كونتينوس ولا باست سيمبل باست بويس لان ده يعتبر جمالي للمجومة نفعش اخد طبعا بريزنت بيرفكت مضارع ايه مضارع التام مفيش قدامي غير الباست ايه الباست بيرفكت حتى لو قدامي هنا باست سيمبل من افضل ان انا استخدم باست بيرفكت وليس هالباست ايه سيمبل يعني اخد الماضي التام وليس هالباست البسيط يبقى هاد فازتت نخلي بنا من كلمة بفور في الصيغة ده هيت وبعدها كومة دي سابقة بتاعي متأكد ان الفاعل الابلاه ده هو كان ماله المفاعل ايه يعني اديم في ايه في الموضس يعني مش اول مرة ايه مش اول مرة ايه مش اول مرة يحصل ودايما الصيغة دي ما بشوفها بجيب ايه معاها ايه ماضي ماضي تام انا اضغط ديت وبعد كده ايه نمت احنا قلنا افتر ذات بتسوي كلمة ايه افتر يبقى افتر ذات يعني بعدها ماضي ايه ماضي وسيط وليس ماضي ايه وليس ماضي تام لانا بتسوي كلمة بفور لانا افتر ذات بسوي كلمة ايه بفور فهي Trail، بعدها ماضي وليس ماضي تام uh covid يعني هو متأخر. خلي ببعض نتكلم بكوز ويقعب لها باسمبل. يا طارق يجي بعدها يجي بعدها هاد قوت ووز جيتين. يبقى اخذ هاد قوت. برضو بكوز دعية من الكلمات اللي دائما يجيب لها مضي وسيط يجي بعدها مضي اكتاب. نخلي بان. نخلي بان. نتكار. نخلي بانتكار. نخلي بانتكار كارلا. سيأنا بانتكار طافعا نابري بانتكار. نحن نهاية30 الثانية 我是 أمام حيرة!!!! تعاني مع Children . Dunn speaking to ihre thirdjet. نغلي بانتكاري تاني عنlean بانتكار أثناء يعني ايه قرائم عديدة طبعا هاخدنا ونخلي بان احنا قولنا قبل كده في حيث ما يجي بعدها ماضي تام يعرف انه قائب لها ماضي بسيط طب قائب لها ماضي بسيط يجي بعدها ماضي ايه ماضي تام واحد يقول لهم جملتين زي بعض لا الجملتين فيهم ايه اختلال يبقى هي طبعا لان الاختيارات بقى نواد مختلفة عن اختلالات اللي فوق يبقى هي طبعا الجملة هنا تبقى ايه يعني ما بدي عدين ايه للمكهو لا فاشا اقول هو ارسل نفسه لا هو ارسلة نمبر تيرتي ثري يعني هو لم يسمح له بالجلوس لحد ما اعتذر he didn't allow doesn't allow wasn't allowed hadn't allowed يبقى he wasn't allowed طبعا قم لحنا باس وانا انطل بيقاب لها ماضي بسيط من في وعدها ماضي ايه ماضي تام 34 احمد was crying because he over he has fallen was fallen had fallen had been fallen طبعا اخدنا ايه had fallen احنا اتفعنا برضو بيقاب لها ماضي بسيط او ماضي مستمر زي ما تشايف كده يبقى because something had happened يعني بسبب ان في شيء حصل ايه بالفعل يعني في حدث اول حصل ترد طبعا انه هو ايه يبكي ده هو ايه had fallen طب هاد بن fall ما تنفعش لاندي باس بوايس ما اتبني باقي وانا عايز ما اتبني للمعلوم طبعا اخدنا وفي المشابه، ابدأ في التفاق، ابدأ في التفاق،